السلام عليكم مرحبا بكم في المطبخ المغربي مع ربيعه الي هو المطبخ ديالكم وكنتمنى مشاهدة الفيديو ضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد وشكرا اليوم ان شاء الله هدي نشارك معاكم واحد الفكرة هدي عجينات الشوكولات سبق لي وحضرت معاكم عجينات السكر ولكن اليوم ان شاء الله هدي نحضر عجينات الشوكولات احنا مقبلين على العيد ان شاء الله ياربي وشي لوازي مشيتو وشي ياس كان بغيو نزينو بها الحلوية سبينا ولكن كيفاش كمشو نشاريوها نشاريوها غالية ولكني لحضبناها في المنزيل قطع علينا رخيصة 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 بزاف ماشي نقول لكم رخيصة غين نص بالنص بحلها عجينات الشوكولات عجينات السكر الفيوتين الناباج عجينات التامر سكر التامر واذكر كتير كتير كلها موجودة عندي في القانات اي فكرة بغيتوها لو كتلقوها عندي في القانات لان اندزل المقادر وطريقة التحضير عندنا 500 غرام ديال الشوكولات البيض بالنسبة للشوكولات اي نوعية كانت عندكم يعني ما كنحتاجوش واحدة نوعية محدادة كينغالا كينفيل كينقبال كلهم كينفعونا لهذا الوصفة عندنا 250 غرام ديال سكر غلاسي سبيسيال عندنا 200 غرام عندنا 8 غرام ديال الجيلاتين كينت عندنا جيلاتين بودر راحنا كنديرو 8 غرام ما كنت عندنا الوصفة بودر و كننا ديالو الأورق هنا كنديرو بجوج أورق ديال الجيلاتين مننا 4 غرام في الورقة هنا هي 8 غرام المرحلة اللولى كنفطو الورق بالجيلاتين هنا وكننفويل هاقا كنديروه في الكاس هنا كنديرو عليه الماء يكون بارد يعني وكان نغطسو ذاك الاوراق الجيلاتين كاملة بالماء نغطيوها وكما كان نقول لكم دائما باش نجح معاكم الوصفة المرجوم متابعة للفيديو هنا يوم كنديروا واحد الإناء كنديروا فيه الماء وكارضو فوق النار كنخليوه حتى كيف داغري كنديروا الإناء الاخور لا يندوبوا فيه الشكولات ولكن الماء ما يكونش قيصنا تحت نتاع الإناء اللي عندنا فيه الشكولات يعني كيكون بعيد هنا الشكولات دينا ضروري فاش نريد وندوبوا ونقطعوا بسا قطاع كتكون ملقيقة هنا ضروري ما كنديروا واحد النار كتكون مهيلة ما نديروش النار تكون مجهده وحتى ذاك البوخار هكا اللي في الجنب مخصوش يطلع عنا إنه لا طلع عنا كيقدر يفسدن الشكولات دينا هنا علش كن نقطع القطاع القيقة ديال الشكولات باش تغييه تغييه كيدو هنا بعد ما دابنا الشكولات ديالنا كنديروه كنزيدو الكليكوز الكليكوز فاش كن بغيو نديروه راح كنفزقوه هكا صبعان ديال يدينا بالماء فاش كنفزقوه صبعان ديال يدينا بالماء انه كيبقاش يستقن في دينا اولا المعلقة بحال بحال هنا بعد ما دابنا نزيدو الكليكوز ديالنا هذه نزيدو ديكو ورق الجيلاتين دي ضروري ما نقطرهم زيان من الماء ليبقناش فيهم الماء نتأكدو منهم لان الشكولات إذا درنا له الماء كيقدر يفسدننا هنا نزيد ورق الجيلاتين وهذه نحرك وهو على النار ضروري من هاد العاملية خصنا المغير فضي العود بالإناء يكون من الإنوكس أو يكون من الججج ما يكونش من الأنمينيو هنا عندي المار ما ما زالة شعلة هنا ما بغيش قاع نقطع الفيديو باش تشوفوك المراحية الكاملة يعني وكنسربو هنا دبا بعدما هاتو ما تشوفو يعني طالق الخيط دبا قادي نطفل النار من بعد ما طفيت النار كنجيب ضروري سكر جلاسي ديالنا ما نغرب له ممكناش نغيرو سكر جلاسي ولو نكونو حركي حليناه من الباكية خصويت صغربا لإنه سكر جلاسي سبيسيال كيبقى يخلينا هادا كل حوبيبات هني زيبنا الكمية اللي عندنا كاملة هنا وده نحرك هنا بعد ما ضفت عليه ديك سكر كامل سكر جلاسي بولو ضفت عليه النار وحيته من الإناء ما خليش ديك باهم ماغي من اللي تحت هنا كامل نخدمه وضروري ما نخلفي هات السكر مزيان وودي نقلب هنا دبا عنا غدا فيه نتلل نخدمه بيدي وانا يده نقلب ياخته و الضرووري موجوده مجلسة ويذهبم aqui لح isn'te النجاج نقلب هنا ما زالنا دافية و لا بردش نحيدها من بعد ما حيدناها من الاناء كنا نضيفها على طاولات العمل هنا جينة دافية و لا بردش هنا انتم تشوفوا القوم دائرة هنا تشوفوا مكتلسقنا فيه فينا و مواله و هي ما زالنا دافية هنا دافية يبقى لكم الاختيار على حسب اللوان اللي انتم ما بغين اش حال من اللوم من اللون اللي كنتوا بغين هادي تديرو جوج 3 او 4 هنا هاد الالوان هادو هادو الوان و في النفس اللوقت مضاق هادو مضاق الشكولادة و نديرو القليل منو و هندي كنتحكمين في اللون واش نبغيوهم مغلوك او نبغيوهم مفتوح هادو 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 الالوان هادو صحيه و ما غالينش نش حالك هادي كنتدير 5 بيال درهم و اللي كان راكت بقنة واحدة مدة طويلة و ما كانحتاجوهاش غيف عاجينة تشكولاد كانحتاجوها في وصفات كثيرة كانزينو بها لغلاس كانزينو بعد الحلويات هنا ما عقل يدي نخدمو بها اللون ما غسنوش تخدمو بها اللون الاخر هادو سقصيوني واش مكننا نديرو ديك المولوين اللي كيكون على شكل سائل السائل ما نديروش مكننا نديرو اللي كيكون على شكل جيل ولكن يكون خاتر يكون قصح يلا كان سائل هدي خسرنا العجينة دينا هنا هتخلو اللون في الأجينة يعني كروح دا بوحديتها باش ما نلوان نتخلطه الناش و هي كيما كان قولكم نازال دافية هنا باش كنديرو اللون راح نتنبقى نقلكو بالكاف ديالي بدينا حتى كنتخلو داك اللون في الأجينة دينا كامل يعني بتليك ما شغل بها بالصبعان و هينا ضروري فاش نخدمو اللون ضروري ما نغسلو يدينا نغسلو يدين ديالنا عاد باش نقصوش اللون الاخر و حتى الماكل اللي كان نخدمو فيه خصنا نحيوه مزيان باش ما يبقى ناش فيك اللون و يدرعليه اللون اخر هنا ضروري فاش نغسل يدي ما ننشفها مزيان ما نخليش اللي ما فيه ديو ننقص لاجينة لاجينة ديالكم عادي تفسد هنا كما اقول لكم لاجينة هنرها دافية كندخلو هاد الموين و احنا ضروري من تلك يعني ضروري باش نغسلوها باش كدخونا هاد الموين مزيان هنا يوم الى الكتاب و كنتو كتخدمو لاجينة ديالكم و كنفصل الشيتاء و بردات لكم العجينة ديالكم فاش كتبرت لكم العجينة شنو إلا دي تديرو لها باماغي هتديرو باماغي و هاد هاد القرص هادا كديروه حتى كيسخل و كيبدا يتطلق كيبدا يتطلق لنا اول مرة حتى اوض كيبدا يتطلق لكم يتطلق لها الى ميكرو اوند كنخليوها ثانية واحدة و كنحلو عليها إلا تطلقناها بكلقات كما كنتو أول مرة مش مشكلة تطلقوها واحدة شوية و بسي رجع لكم بحال هكا او اقصح من هاده لان هذه بازالة لتقصح عجنة تشكر ديرنا هي وجدة هذه العجنة هذه رح نزين بها حلويات كثيرة كيكات تصابلي بعد الأنواع من الحلويات كنحضروا أفكار كثيرة من هذه العجنة بنسبة للإحتقاط كنديروا كل لون بوحده في البلاستيك الغدائي وكنحكموا لها الإغلاق وكين كنا نحتفضوا بها مثل البلاكار حتى المدة 8 شهور ما كيوقع لها ولو كما قلت لكم فاش كنجبدوها كنبغيبو نحضروا بها الوصفات دينا إما كنديرو لها الباماغي أو الميكرو أوند كتولينا كأننا حضرنا هذه الساعة هكا كنتمنى الفكرة تعجبكم وتجربوها وإلى عجبكم المحتوى تلقانا تخليوا لي جيم وشكرا تلقانا 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 ترجمة نانسي قنقر